حجاج بيت الله الحرام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لب المسلمون في شتى بقاع الأرض نداء الرحمن للحج وههم اليوم يبدأون أولى محطاتهم الإيمانية بعد طواف القدوم فمنذ مساء ليلة الثامن من شهر ذي الحجة بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعرف يوم التروية بأنه اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أما سبب تسميته بيوم التروية فهناك تفسيرات عديدة منها لأن المسلمون كانوا يرتوون فيه من الماء ليوم عرفة أما الأعمال المستحبة في هذا اليوم منها الإحرام ونية الدخول في نسك الحج فيصل الحجاج الصلوات الخمس في أوقاتها قصرا وليس جمعا ويبيت حجاج بيت الله الحرام في ميناء إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة ليستعدوا للركن الأعظم وهو الوقوف على صعيد عرفات هذا وجرت عملية تفويج الحجاج إلى مشعر ميناء في يوم التروية وفق مسارات وأوقات محددة وسط تكامل في الخدمات والإمكانيات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وخشوة اشتركوا في القناة